قتل أكثر من 151 شخصا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول إثر حادث تدافع بين آلاف الأشخاص الذين حضروا للاحتفال بعيد الهالوين وقد تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوكيول إجراء تحقيق دقيق بشأن التدافع حيث احتشد عشرات الآلاف ومعظمهم صغار في السن في شوارع ضيقة للاحتفال بعيد هالوين ووعد يون بأن حكومته ستجري تحقيقا صارما لتحديد أسباب الفاجعة وهي من أخطر الكوارث في تاريخ كوريا الجنوبية والتأكد من أنها لن تتكرر وانتشرت عشرات الجثث على رصيف مغطاة بملاء أداء وحاول ماراتون في الشارع انعاش مصابين بناء على طلب عناصر فرق الإصحاف المنشغلين وكان أشخاص يرتدون ملابس تنكرية أو ملابس سهرة يركضون بعدما انتابهم الذعر